السلام عليكم يا شباب قبل كل شي اضغط لايك الفيديو اذا ما كنتم اشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس اليوم جايب لكم طريقتين لحذف ذاكرة تغزين المؤقت على اي تطبيق مثبت في الايفون اوكي نروح للشر اول شي الطريقة الاول اوكي حتى تحذف ذاكرة تغزين المؤقت للتطبيق افتح الاعدادات الحين انزل انزل لتحد بتحصل اني عام اضغط عليها اني بتحصل مساحة تغزين ايفون اضغط عليها بعد ما تضغط عليها انتظر ثواني راح تظهر جميع التطبيقات اللي موجود في جهازك اوكي الحين تقدر تضغط على اظهار المزيد حتى يظهر لك باقي التطبيقات اوكي الحين مثلا تريد تحذف اي تطبيق مثلا لعبة تطبيق اي شي اوكي مثلا اني بختار هذا اللعبة اوكي اضغط عليها الناس مشوفون الحين عندكني خيارين الخيار الاول والخيار الثاني لا تضغط شيء ولكن قبل كل شيء خذ هذا النقطة او ضعوة في عين العتبات الخيار الاول او الخيار الثاني لو تضغط عليها اذا كان عندك تطبيق يعني مثل تواصل اجتماعي او تطبيقات اللي يسجل دخول تحط ايميلك وباسفورد لانه لو تضغط على هذا الخيار راح يحدث ذاكرة تغزين المؤقت والبيانات وما تقدر راح تحذف حتى يعني لازم تسجل دخول مرة اخرى يعني لازم تكون مستعد حتى تحط بياناتك تسجيل الدخول مرة ثانية لازم تكون حافظ بيانات تسجيل الدخول لانه لو تضغط على ازالة يعني حذف ذاكرة تغزين المؤقت راح تفقد تسجيل دخولك لازم تحط بيانات من جديد يعني تسجيل دخولك من جديد خيار الاول راح باشعلك الخيارين فرق بينه الخيار الاول اذا تضغط عليها راح يحدث ذاكرة تغزين المؤقت وبعض من بيانات يعني ما يحدث كل البيانات بعد البيانات اوكي اما الخيار الثاني الحي راح يحدث التطبيق راح يحدث عفوا راح يحدث ذاكرة تغزين المؤقت مع كافة البيانات يعني راح يكون التطبيق جديد كأنك انت مثبته من اول مرة من ابل استور ولكن الخيارين هذا لازم لو تضغط عليها راح لازم تثبت التطبيق مرة ثانية بعد ما تضغط على اي الخيار منهم اوكي الاحن راح نجرب اذا تضغط على اذال التطبيق شوفوا اهلا بضغط على هذا يعني حذف ذاكرة التخزين المأقد وبعد البيانات يعني مو كافة البيانات يعني ما يكون التطبيق الى وضع المصنع الخيار الثاني هو اذا التطبيق يرجع الى وضع المصنع اوكي انا ضغط على هذا الخيار اوكي الاحن نشوفون الخيارين راح يطلب منك تثبت اللعبة مرة ثانية يعني اللعبة نشوفون هنا عندك خيار تثبيت مرة ثانية شوفوا لاحظوا اذا تضغط عليها راح يبدأ يحمل بهذا الطريق راح يرجع التطبيق الى وضع المصنع او تم حذف كافة البيانات وازالة ذاكرة التخزين المأقد الآن لازم تثبته حتى تستخدم التطبيق جديد وبس هذا هو الطريقة الاول لحظ ذاكرة التخزين المأقد لأي تطبيق مثبت على الجهازك في طريقة ثانية انك ولكن مش كل التطبيقات اللي موجود هذا الخيار مثلا في تطبيق تيليجرام او متصفح سفاري كروم وبعد التطبيقات كيف تحدث ذاكرة التخزين المأقد الطريقة الثانية ما تقدر الا في بعض التطبيقات الطريقة الاول اللي شرحت لكم يضبط على جميع التطبيقات اللي مسببت في جهازك اوكي الطريقة الثانية نروح للطريقة الثانية مثلا تطبيق تواصل مثلا عندي تيليجرام اريد احذف ذاكرة التخزين المأقد اضغط على التطبيق اوكي من اعدادات التطبيق راح تحذف بيانات التطبيق اضغط على اعدادات الآن نروح للبيانات والتغزين هنا بتحصل استخدام التغزين اضغط عليها الآن هنا بتحصل مسح التغزين المأقت المسح الذاكرة التغزين المأقت اضغط عليها ورح يحذف طبعا هذا الخيار ما يحذف بعض البيانات مثل الصور وأشياء المهمة ما يحذف ولكن يحذف التغزين المأقت للتطبيق بيانات ما يحذف تسجيل خروجك وهذا بالنسبة لمتصفح سفاري وبعض التطبيقات الأخرى من العدادات مثلا تروح للعدادات بعد ما تروح للعدادات انزل انزل للتحت بتحصل متصفح سفاري اضغط عليها انزل للتحت بتحصل هنا مسح سجل التاريخ وبيانات التصفح والموقع اضغط عليها ورح يحذف جميع السجل مسح سجل التاريخ خلاص تم حذف البيانات المتصفح سفاري بهذا الطريق تم ارجاع الوضع الاصلي وبس هذا هو طريقة حذف بيانات التصفح لأي تطبيق وبس هذا هو طريقة احترافية لمسح ذاكرة التغزين المأقت شرح بالتفصيل شرحت لكم طريقتين اضغط لايك لفيديو اذا ما كنتم اشتراف قناة اشتراف قناة وفعل زر جائز بس مع السلام شرح